مائة وتسعة وأربعون مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى مكتب انتخابات ذيقار الذي أكد أن من بين المترشحين ستة وثلاثون امرأة سيتنافسون جميعاً على حجز تسعة عشر مقعداً يمثلون المحافظة داخل قبة البرلمان بلغ عدد المتقدمين للترشيح في مكتب انتخابات ذيقار مائة وتسعة وأربعين مرشح هؤلاء منهم أفراد تسعة وعشرين والأحزاب تسعين والتحالفات ثمانية وأربعين كما تجد الإشارة أن نسبة النساء كانت ستة وثلاثين متقدمين للترشيح ومن الذكور مية وثلاثة عشر هؤلاء يتنافسون على تسعة عشر مقعد نيابي مخصصة للمحافظة الذيقار وضمن خمس دوار انتخابية إلى ذلك طالب متظاهرون في حراك تشرين الحكومتين المحلية والمركزية بتأمين المحافظة وحماية الناشطين ومنع المسلحين من استهدافهم مبدين اعتراضهم على ضعف الإجراءات الأمنية التي تحميهم كاظمي إذا لم تكن هناك أجواء مناسبة وبيئة مناسبة للانتخابات اليوم نتحدث على ثورة تشرين بكبرى ثورة تشرين حققتها حققتها قانون الانتخابات وانتخابات مبكرة حقيقة كان من الأجدار للحكومة العراقية والبلولمان العراقي إقرار تعديد دستور قانون الأحزاب حاصل سلاح قبل قانون فوضية ويسعى ناشطون مدنيون وسياسيون في ذقار من خلال الانتخابات النيابية القادمة إلى تغيير الوجوه السياسية الحالية واختيار شخصيات مستقلة تحظى بقبول شعبي وإنهاء هيمنة الكتل السياسية الحالية وفق مراقبين تعمل محافظة ذقار في الانتخابات المقبلة أن تختار شخصيات مستقلة لا تنتمي لجهات سياسية ولا تمثل تلك الشخصيات التي عرفت في الشارع العراقي ذقار أعطت الكثير وأعطت تضحيات كثيرة لذلك تأمل بأن يكون مستقبلها زاهر ومزدهر ويؤكد مكتب انتخابات ذقار أن نسبة الإقبال على التحديث البيومترية بلغت أكثر من 70% على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المحافظة منذ شهور تستعد محافظة ذقار لخوض أول انتخابات برلمانية بعد حراك تشرين والذي تعد ناصرية أحد ركائزه بظل خلو المحافظة من أي مقار حزبية أو سياسية وسط أمال بأن تثمر الانتخابات المبكرة عن ولادة جيل سياسي جديد يتولى مهمة الإصلاح التي ينادي بها المتظاهرون علي العتابي الحرة ذقار